مع الصعوبات الجمّة التي تعترض طريق الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من التضخم لجأت حكومة ريشي سوناك إلى التفكير في حلول لتعزيز الميزانية والخروج من الأزمة تفاصيل خطة الحكومة كشفها وزير المالية جيرمي هانت حيث تتمحور حول زيادة الضرائب وخفض الإنفاق إضافة إلى تجميد حدود وزيادات ضريبة الدخل والتأمين العام وضريبة الميراث والمعاشات لمدة عامين آخرين والهدف بحسب هانت هو إصلاح المالية العامة وتخفيف ركود طويل محتمل ويخطط وزير المالية البريطاني من خلال هذه الإجراءات لسد فجوة تبلغ 55 مليار جنيه استرليني في الميزانية البريطانية وبحسب صحيفة فينانشال تايمز فإن خطة الحكومة تشمل زيادة وتوسيع الضريبة الاستثنائية على الأرباح في قطاع الطاقة والمحددة بنسبة 25% حتى العام 2025 مع السماح بإعفاء شبه كامل في حالة الاستثمارات وجاء هذا التحرك الحكومي الحالي بعد أن أدت سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة في عهد حكومة ليستراس إلى ركود في سوق السندات وارتفاع تكاليف الاختراض وتحاول الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك استعادة مصداقية البلاد بين المستثمرين وتهدئة الشارع المحتقن من خلال إصلاح أخطاء حكومة ليستراس ووضع أسس قوية لتجاوز تداعيات الحرب الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر